معي أيضا عبر سكايب الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي والكاتب مساء الخير يا دكتور عبد المنعم يعني استمعت النهاردة إلى خطاب الرئيس وتحدث عن شرعية التدخل المعتمدة على حق الدفاع عن النفس وعلى مجلس النواب كيف رأيت ذلك؟ رأيت أن فيه تحرك استراتيجي كبير يعني أنا كتير من المتحدثين قبلي تحدثوا عن الموضوع من الجوانب التكتيكية المباشرة إنما أنا أعتقد أن إحنا إذا لحظة في مواجهة شاملة موجودة في المنطقة مع قوة التي تحاول أن تجعل الطيار الخاص بالإخوان المسلمين على وجه التحديد أن يكون لهم سيطرة على المنطقة من خلال خلخلة الدولة الوطنية الموجودة هذه واحدة تمثل جبهة فيها مصر فيها السعودية فيها الإمارات وفيها على الجانب الآخر توجد فيها تركيا ويوجد فيها قطر ويوجد فيها جميع الحركات الإرهابية الموجودة في المنطقة فإحنا إذا لحظة بيحسس فيها تماس بالنسبة لمصر ومصر من الناحية القومية نعرف جميعا أن توجهها الاستراتيجي هو بناء الدولة المصرية وجزء من بناء الدولة المصرية البناء الخاص بقواتها المسلحة حتى تستطيع أن تواجه الأخطار التي تواجه الأمن القومي المصري مباشرة الأمن القومي المصري يواجه بأساليب دبلوماسية وسياسية وعسكرية الدبلوماسية جاءت عندما وضح أن ليبيا سوف تتحول إلى ساحة فوضى كبيرة إلى حالة حرب أهلية طويلة يمكن أن تصل بعض نيرانها إلى مصر فكانت تحرك المصري الأول لو نذكر منذ أيام عندما تحركت القوات المصرية إلى سيد البراني بقدر وبكمية وقوة نيران واضح فيها أنها يمكن أن تؤدي مهاما كبيرا وقد ترافق معها فورا الوقوف الهجمة الموجودة على سيرت وعلى الجفرة في منتصف ليبيا تقريبا من الناحية المصرية ذلك خلق نقطة توازن دبلوماسية يمكن عندها للمجتمع الدولي الذي لا يريد حروبا في المنطقة ولا يريد أن تتحول ليبيا إلى سوريا مرة أخرى أن يحدث مفاوضات جادة تركيا أرادت أن تستغل الفرصة وبالتالي عملاءها أو العاملين معها لأن هذه ليست قوة مستقلة مجموعات ميليشيات بتمثل كل الطيف من الإخوان المسلمين حتى داعش وبدأت أنها تهدد وتتوعد ويزيد تواجدها في منطقة البحر الأبيض المتوسط على الشواطئ القريبة من مصر والقريبة من ليبيا بمعنى أنها بتعمل دبلويمنت عسكري بدأ بمجموعة تنظيمية ثم بعد ذلك مجموعات تركية ثم مجموعات كسيفة من المرتزقة التي جاءت من سوريا من هنا اللحظة التي تحرك فيها أو مصر رفعت التمن بالنسبة لتركيا الأول كان نحن متواجدون لا تلعبوا بهذا الأمر فالجيش الليبي استطاع أن يوقف الزحف الموجود عند سيرت وبالتالي خلق لحظة جديدة كان لابد لمصر فيها أن تعلن أن تلك هي تمثل الخط الأحمر بالنسبة لمصر الإشارة هنا بالطبع لتركيا وعملاءها في ليبيا هي إشارة أيضا لحلفائنا في ليبيا أن وراءهم صهير مصري قوي وهي إشارة للمجتمع الدولي وليس صدفة أن أول التصريحات جاءت من الولايات المتحدة تطلب تنفيذ المبادرة المصرية والعودة إلى مائدة المفاوضات دون أن يطلب تراجع لأي من القوات الموجودة لأنه ده جزء من المفاوضات اللي بسموها 5 زائد 5 اللي هي خاصة بالوضع وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك المبادرة المصرية تماثل المبادرة اللي هي موجودة في برلين أنه يبقى فيه ممثلين للأقاليم الليبية الثلاث وهؤلاء الممثلين يعني من فزان ومن برقة ومن ترابلوس يقوموا بإعداد خريطة طريق لعودة الدولة مرة أخرى إلى ليبيا فتتوقع يا دكتور أن ما قاله الرئيس النهاردة يدفع أكثر في اتجاه وقف إطلاق النار والبحث عن مخرج سياسي أم أنه يدفع في طريق الحرب يعني خلينا بس أقول أن دولة البحرين منذ قليل احنا علننا أن المملكة السعودية أعلنت دعمها الكامل لما قاله الرئيس وأيضا دولة الإمارات والآن البحرين وكانت الخارجية الأمريكية قد تحدثت أيضا منذ قليل وقالت أن ما قاله الرئيس يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا واجيرانها على الجهات الخارجية لتعزيز وقف إطلاق النار وندعم جهود المصري لإطلاق مفاوضات سياسية فتتوقع أن ما قاله الرئيس كان نقطة فاصلة تدفع في اتجاه وقف إطلاق النار أكثر أم أنها تدفع في اتجاه الحرب يعني زي أقول The night still green لسه احنا في أول الليلة الحركة المصرية تقصد قطعا والرئيس صادق تماما أننا نريد حلا سياسيا سلميا لهذا أسرع وأننا لا نريده أن يستمر ويصبح في غربنا على حدود 1200 كم لماص دولة فاشلة في حالة حرب أهلية ويستخدمها كل من تسول له نفسه أن يعني يقوم بالسوء لليبيا وطبعا مصر بجانبها هذا الحريق لا يمكن أن نقف بعيدين عنه ولا بد أن نسعى إما لإطفاءه أو أنه يوجد سلطة وطنية ليبيا لا يستطيع أن تدير الأمور فهنا لا يزن مصر قامت بالتحرك يتوقف هنا بها ماذا سوف تفعل الأطراف الأخرى وبالذات الولايات المتحدة وروسيا الولايات المتحدة قالت كلمتها أنا منتظر أسمع كلمة روسيا لأن كلمة روسيا مهمة روسيا أرسلت طائرات إلى الجانب الشرقي الليبي خلال اليومين الماضيين ولها موقف سابق مؤيد إنما أحيانا أيضا لديها صفقات مختلفة مع تركيا سواء في سوريا أو في ليبيا أو في مناطق أخرى فنحن لدينا هنا عملية معقدة دوليا وإقليميا ومصر بتقوم وبيعني استخدامها لأوراقها يتم بحكمة شديدة وبعضها يعني لا يمكن لأي حد بينما المباراة جارية أن يفصح عن كل الاستراتيجية وكل التكتيج لكن إحنا عندنا في قطعة الشطرانج الآن قطعة مصرية قوية جدا وضعت على الطولة وعلى الآخرين أن يتكيفوا معها هل المجتمع الدولي سيتدخل يعني أنا أتكلم على موقف روسيا وأمريكا لكن هذا المجتمع الدولي الذي غضى الطرف عن الميليشيات والمرتزقة التي تركيا تنقلهم وغضى الطرف عن رغبة تركيا في إقامة قواعد هل تتوقع أنه يتحرك أم أنه سيقف أيضا كما حدث في سوريا يترك الأمور كما هي وبعدين لما أنت تيجي تتحرك يقولك لو الله ده تحرك مثلا غير شرعي أو هذه بلطجة يعني يقبل بلطجة تركيا ولا يقبل أي تحرك من الآخرين دفاعا عن النفس يعني كل الأمور وردة يعني نظريا ما ذكرتي من سيناريوهات ممكن أن يحقص إنما في تقديري أن هذه الدول أيضا تقدر أمورا كثيرة أن وجود حرب في ليبيا معناها حركة هجرة كبيرة جدا إلى الشواطئ الأوروبية في وقت بقى موضوع الهجرة معامل في نمو وتشدد اليمين الأوروبي الجانب الآخر للموضوع أن الولايات المتحدة وروسيا يعلمان جيدا أن وجود قاعدة إرهابية ضخمة زي ليبيا بالإضافة إلى أفغانستان وبالإضافة إلى سوريا والعراق يجعل هناك إمكانيات العودة مرة أخرى إلى عمليات الإرهاب هناك أيضا أنه طبعا في جزء ليس في صالحنا في هذه المسألة أن العالم مشغول بموضوع الكورونا وكل الدول في داخلها لكن أيضا بنقول أنه الجغرافية السياسية لم تتوقف خلال أزمة الكورونا تركيا استغلت الوضع في العراق واستخدمته في سوريا واستخدمته في ليبيا وإيران أيضا استخدمته وإسرائيل استخدمته ونحن الآن نستخدمه أنا بشكرك دكتور عبد منعم سعيد